اشتركوا في القناة مغيم جسئيا في أغلب الجهات والسحوب تكثف تدريجيا بعض الظهر في الوسط الغربي حيث كانت أحيانا كثيفة ليلا إن شاء الله متوقعين تقس مغيم جسئيا ثم بعض السحوب في الشمال في الوسط والجنوب تقس بش يكون عموما مغيم جسئيا تتكثف السحوب تدريجيا في المناطق الغربية للوسط وللجنوب ويمكن تكون مرفوقة ببعض لامتار المتفرقة والخلايا الرعدية بالنسبة للريح بش تكون ليلا عموما من القطاع الشرقي تكون مرفوقة بدواوير رملية محالية في المناطق الجنوبية البحر بش يكون في الشمال مفترب بيصبح شديد الأثراب في جهة السيرات يكون متموش في بقية السواحل ودرجات الحرارة ليلة كيفما البارح تبقى مرتفعة نسبة تكون متراحة بين التسعة والاربعتاش من درجة في الشمال والوسط بين الاربعتاش والثمانتاش من درجة في الجنوب بنتعدى الغدوة إن شاء الله غدوة متوقعين تقس مغيم جسئيا تقريبا في أغلب الجهات يكون مرفوقة بدواوير رملية محالية في المناطق الجنوبية والصحوب تتكثف تدريجيا بعض الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط بالنسبة لدرجات الحرارة نكتشفها مع بعضنا غدوة ثمانتاش في قليبيا تسعتاش في نابل واحد وعشرين في تونس الكبرى وبنزر تلاث وعشرين في باجة تلاث وعشرين في تبرقى أرب وعشرين في جندوبع أقل في الكيف تلاث وعشرين أقل في تالع يوم الغد ثمانتاش إن درجة ثنين وعشرين في سليانة عشرين في زغوان عشرين في سوسة والمناستير قل منهم درجة في المهدية غضوة تسعتاش درجة تسعتاش أيضا في كل منصفقس وقارقنا على شوية بالوسط بالقايروان ثلاث وعشرين يوم الغد عشرين في القاسرين ثنين وعشرين في سيدي بوزيد غفصة أربع وعشرين تسعتاش في قابس توزر بش تكون في حدود الخمس وعشرين درجة قبل لي ثلاث وعشرين وفي مناطق الجنوب الشرقي جزيرة جربة إن شاء الله غضوة تسجله فيها عشرين درجة وعشرين في مدنين ثلاث وعشرين في تطوين وسبع وعشرين في رمد بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد الريح عموما بش تكون مياه قطاع الشرقي سرعتها تبلغ ستين كيلومتر في الساعة في منطقة سيرات والبحر يكون مستالب فشدي الأثراب في خليج تونس خليج الحمامات والشابة سرعتها تبدأ ربعين كيلومتر في الساعة تتقوت نجم توسط للستين كيلومتر في الساعة البحر بش يكون متموش في خليج تونس يكون مستالب فشدي الأثراب في خليج الحمامات والشابة وأخيرا في خليج جربس سرعة الريح خمسة وثلاثين كيلومتر في الساعة بعد الظهر توصل للخمسين كيلومتر في الساعة وفي آخر نهار توصل حتى للستين كيلومتر في الساعة والبحر يكون متموش يصبح شديد الأثيرة بدرجات الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية الأخرى غضوة سماء صافية في النوكشة 31 درجة أمتار في الدار البيضاء 26 درجة 21 في الجزائر 20 في ترابلس الخرطوم 34 درجة 26 في القاهرة في البقاع المقدسة متوقعين غضوة 32 في المدينة 34 في مكة المكرمة سحب عابرة في مسقط أبوظبي والدوحة 28 درجة الكويت 26-24 في بغداد أقل في دمشق بيروت القدس الشريف 21-20 19 درجة 8 درجات في إسطنبول وسمع تكون مغشات في أوروبا 14 في فيانا 15 في برلين 18 في روما 12 في أمستردام 13 في رندن 14 في بريكسيل 14 في باريس مع أمتار 17 في جنف 8 في مدريد مع أمتار 16 في الأشبون تتورج الجوائل الأيام القليلة المقبلة يوم الثلاثة بإظن الله سحب عابرة في الشمال في الوسط والجنوب سحب تتكثف تدريجين تكون مرفقة بأمتار ضعيفة ومحلية في الوسط وأمتار متفرقة في الجنوب الريح بيش تكون من القطاع الشرقي بيش تكون قوية فقوية جدا قرب السواحل وفي مناطق الجنوبية حيث تكون مرفقة بالدواوير الرملية المحلية بيش تكون معتدلة فقوية في بقية الجهات البحر بيش يكون شديد الأثيرة في كافة المجالات ودرجات الحرارة بين 16 إلى 20 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 20 إلى 24 درجة في بقية الجهات تتعديه اليوم الأربعاء الصحوب بيش تكون أحيانا كثيفة ولذا في أغلب الجهات تكون مرفقة بأمتار متفرقة الريح بيش تكون من القطاع الشرقي أيضا يمكن تقل حدثها شوية البحر يكون متموج ويصبح شديد الأثيراب ودرجات الحرارة في استقرار نسبي يوقع الشروق والغروب ليوم الغد غضوان شاله الشروق على الساعة السادسة و28 دقيقة والغروب على الساعة السادسة و30 دقيقة المزيد من المعلومات والإرشادات تجمع التصل بيانا رقم وزع صوتي 8840 أربع أصفار تخليه إرساد قصير على 85 و85 وإلا تزورونا على موقع الواب تخطو بلو بوانتين ونوفيو بأوقات الصلاة غضوان شاله الصبح على الساعة الخامسة ودقيقتان الظهر منتصف النهار و35 دقيقة العصة على الساعة الثالثة بعد الزوال و52 دقيقة المغرب على الساعة السادسة ونصف والإشاء أخيرا على الساعة السابعة و55 دقيقة عزيز المشاهدين شكرا لكم حسنا متابعة والاهتمام وإلى اللقاء